حسناً لنبدأ مع الأكسل بداية نفتح الأكسل أي أصدار يأكل لديك أنا الآن سوف أستخدم 2030 طبعاً كلها لها نفس الفاكشناتي لكن كل ما يتقدم أصدار جديد يضيفهم فاكشناتي أخرى ليست موجودة في الأصدار السابق تظهر لهذه اللوحة سوف أختار في البداية Black Workbook وسوف نتحدث على الباقية لاحقاً Black Workbook يفتح لنا في ذكة هذه فيها مجموعة أمور طبعاً تختلف طريقة العرض من شخص إلى شخص من هنا أنت تحدد طريقة العرض على سبيل المثال تعرضها بهذا النوعية بهذا الشكل أي سوف نستخدمها في أغلب الدروس أو تعرضها بهذا الشكل Showtaps بشكل تابع يعني يخفي لك الأعلى أو Hide يعرض لك يا Full Screen بهذا الشكل أو نعود إلى Showtaps and Command أي سوف نستخدمها نحن في كل الدروس هذه هي الشيط التي نكتب فيها نحن البيانات يعني شيط هذه اسمها شيط تضغط عيدة بل هيك تغير اسمها على سبيل المثال وغير اسمها لك تستطيع أن تضيف شيطات أخرى فقط أضغط Plus يعرض لك شيط ثاني انظر هذه الشيط وهذه الشيط في هذه الشيط انظر لديك Columns ولديك Crow في الـ Columns أسمي هذا الحق ال Name وهذا الحق الاسمي Salary وأضع Data فقط أضغط Single Click وأكتب مثلاً حسين Single Click Don't Double Click Don't ما أقول المشر فقط اسمي Salary متناش حسن هذه مجموعة بيانات أنا أضفتها الآن دعني فقط أوسع قليلاً في عرض الأعمدة فقط أضغط هنا على الطرف بين العمودياً عندما يتحول المؤشر وأكبر قليلاً حتى يكون أوضح هذا الشكل Data طبعاً هذه المنوعة فيها مجموعة من الأوامر سوف نشرحها بالتفصيل في Home ترى مجموعة من الأوامر تخص الفونتين عسي المثال هذا الخري عندما أضغط عليها في الأعلى أختارها كلها إذا أجعل الفونت في المنتصف أضغط منتصف ونقلها للمنتصف أو أجعل عسي المثال Bold أو أي شيء أنا أريد أن أعمله وهذه نفس الحال جيت أن أعمله أيضاً أضحها في المنتصف وأعملها Bold طبعاً هذه مجموعة أوامر هو يعرض لك هي لكن هناك أوامر إضافية هو لا يعرضها لك لو جت ضغط في أي تبويب عسي المثال هذا الفونت ترى هذه علامة ضغطت يعرض لك مجموعة أوامر أخرى إضافية بشكل PopUp تمكنك من التحكم بالفونت وما يذلك عسي المثال الكوليرا أو أي شيء أي شيء تريد أنت حسناً طبعاً إذن أينما تثبت ترى أن هذه العلامة تعرض لك إلى Tools إضافية بالإضافة في هذا القسم يعني هذا الـ Alignment في هذه الطول ومجموعة أوامر إضافية موجودة هنا طبعاً كل طوطقف عليه يعطيك Tips يقول لك ماذا تعني مثلاً ها يقول لك ItalicureTex ها يقول لك Ash يقول لك UnderlineureTex كل واحد يعطيها ميزة هنا الـ Insert تضيف مثلاً نضيف في الدروس اللاحقة نضيف Chart نضيف بيكشار نضيف تايبول أي شيء Page Layout هي Layout الخاصة بالبيج عسي المثال الآن Layout هي Right to Left أيضاً نقلها Left to Right أضغط هنا ينقل لها بهذا اتجاه والكثير من الأمور التي تشرحها على مختلف الدروس Formula هي فاكشنات ننفذها على السيل سوف نشرحها أيضاً كيف نضيف فاكشنات على سيل معينة الـ Data هي مركز البيانات يعني كيف نعمل فلتر للبيانات نبحث عن شيء عسي المثال أنا هؤلاء الأشخاص إذا عملهم فلتر فأضغط على زر فلتر يعمل لي فلتر عليهم وأعملهم فلتر عسي المثال بأي شيء أريده Smaller to Large أو أي شيء أنا أريد مثلاً من الأقل إلى الأعلى عندما أضغط على هذا أختار عسي المثال رتبهم من الأقل إلى الأعلى أو Largest و Smallest يرتبهم من بالعكس عملي العكسية إذن أول ستطيع وأيضاً أبحث عن شخص معين يعني فأدعني أختار العمود وأضغف له فلتر طبعاً أتأكد أن أضفت له فلتر أضغط من هنا أبحث عن سمثال حسين لا يوجد حسين أكيد يوجد عالي على سبيل المثال نظري أرضي عالي أقول لي هذا هو عالي هذا هو عالي إذن في الـ Review هي كيف تعرض كيف تعرض ربينات على سبيل نضع Comment تعليقات Review هي طريقة العرض كيف تكون Normal سوف نستخدم Normal أو Page Layout بهذا الشكل طبعاً نستطيع نتحكم بها من هنا أو نستطيع نتحكم بها من هنا بشكل Payload Border أو هذا العرض عاداً سوف نستخدم نحن Normal نزوم نكبر نصغر عرض الـ Page 100% أو ننتقل ل Blackbook أخر قد نحن فاتحين سوف نشرح أيضاً لاحقاً واللود والتيمز هذه مجموعة من الأدوات يعطيك أيضاً إمكانيات أخرى منها عسي المثال Save نعم Save عسي المثال أنا أدأ حفظه هنا في Computer وعمل Save طبعاً أختار في أي Drive أنا أدأ حفظه لديكم عسي المثال أحفظه في Drive D أنا في مجلد اسمه Excel وسمي Book OneMe وهنا إصداره XLXS ندري بهذا إصدار 2013 فما بعد إذارت أن تحفظه بإصدار قديم عسي المثال 2003 حتى يستخدمون أشخاص إفتحهم 2003 تختار 2003 89 هذا إصدار Excel أو تريد أن تحفظه بصيغة PDF أي صيغة أن تحفظه بشكل الذي أنت تريده لكن نحن نختار Excel Workbook يعني نفس الإصدار الحالي ونضغط Save طبعاً هذه بالنسبة لأ تحفظه بالكمبيوتر طبعاً ترى أنه لو جئنا الفايل مرة أخرى ترى Save As يعطيك أيضاً الممكن تحفظ في OneDrive وتفتح مباشرة Printing منسبة للطباعة جئت مثلاً كيف تضرب Printing أي طابعة تختار لتطبع الأمر اللي تخص عملية الطباعة والLayout طبعاً لا تنسى هنا لدينا هذا الزر للتكبير والتصغير طريقة العرض كيف نريد هل تنعرض أو نضغط على هذا الزر نكبرها ونصغرها هذا ترجمة نانسي قنقر